المعهد الملكي للثقافة الامازيغية يحتفي باليوم العالمي للمرأة تحت شعار ظهر النساء في تدبير الازمات ويأتي احتفال المعهد بهذا اليوم ابرازاً لالتزامه الراسخ بالعمل من اجل دعم النساء وتعزيز ادوارهن في شتى المجالات وشهد حفل اقامه المعهد بالمناسبة تكريم الثلة من النساء الرائدات ذوات الاسهام المتميز والادوار الطلاعية في العديد من المجالات من بينهن المؤرخ بهج السيمو تشرفت كاملة الشرف وابهاه باستضافتي الى المعهد الملكي الامازيغي وتكريمي من ضمن نساء فاعلات في المغرب وبهذه المناسبة استحضروا الادوار الفعالة للمرأة المغربية في التاريخ المغربي ونستحضروا مجموعة من النساء الفاعلات في هذا التاريخ ابتداء من كنزة الى زينة بن فزاوية الى خناتة بن تبكر الى الاميرات الجليلات بعد الشريفات العلويات بعد الاستقلال وتضمنت فقرات حفل التكريم عرض شريط فيديو يسلط الضوء على مصاري حياة السيدات المحتفى بهن اشتركوا في القناة